بسم الله حقيقة ليلة مبهجة واليوم رأيتم بعينكم أثر هذا البرنامج وسمعتم بأذانكم الصوتيات التي تحدثت عن كم أدخل السرور هذا البرنامج على الناس وكم من أصلح من بيت كم أعاد من بهجة كم شغل من أوقات ولكن هنا الحديث طويل لكن أذكر نفسي ونجوم الأجاويد وأرجو الله جل وعلا أن يكونوا ممن ينطبق عليهم ما ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم فأرجو أن هذا البرنامج نفع الناس بالرأي والحكمة والمشورة والقصة وأدخل السرور على الناس بالقصيدة والطرفة والكلمة الطيبة فدخول في مثل هذا الحديث العظيم بإذن الله أن أجره كبير وأثر عظيم الحديث طويل لا أريد أن يطيل عليكم لكن هناك باقات شكر باقت الشكر الأولى لنجوم وضيوف الأجاويد على ما قدموا طيلة هذه الأيام الماضية والحلقات الماضية وهذه بداية انطلاقة أخرى بإذن الله لمزيد من الإبداع والتألق كما عاهدنا من الأجاويد باقت شكر ثانية للرعاة الكرام بما قدموه من رعاية لهذا البرنامج أيضا شكر للشريك الوقفي لهو جمعية رفاق للأيتام كذلك شكر خاص لفريق العمل ولفريق ليلة الأجاويد على كل ما بذلوه وأختم بالشكر لجمهور المجد العظيم الذي ليس فقط مشاهد بل هو شريك ومطور ومساهم وباذل ويقدم كل ما يمكن لإنجاح برامج المجد ومنها برنامج الأجاويد اللي هو برنامج يعتبر من أكبر البرامج في إثراء المحتوى العربي بترسيخ القيم ونشر العادات وتثبيت العقيدة في نفوس الناس وكذلك نشر اللغة العربية من خلال القصة والقصيدة كل الشكر لكم أيها الحضور الكريم على هذا اللقاء كل الشكر للمقدمين فريق العمل ليلة بهيجة لا يسعى الإنسان إلا يشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد شكراً أبو حسان على الكلمة هذه الضافية شكراً لكم